أن المساجد هي مصانع الرجال فتبقى المساجد هي معين شريان الحياة في كل المجالات فلم تكن المساجد فقط للصلاة وإنما كانت لطلب العلم وفي بعض الأحيان للقضاء وكانت لإدارة الدولة وكانت لتجيش الجيوش وكانت أيضا مكان لمن لا مكان له وكانت أيضا مظيفا لمن يأتي مسافرا إلى المدينة ولم يجد أحدا يضيفه أو يأوي إليه وكانت مأوى للفقراء الذين هم أهل الصفة كما هو معلوم في السيرة فهذا كان هو دور المساجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وبقيت المساجد في كل الأزمنة هي تقوم بهذه الأدوار بإختلافات معينة وفي وقتنا الحاضر كان للمساجد أدوار ففي أيام الحصار كانت أماكن للإغاثة وإيام الحروب كانت أماكن لمعالجات المرضى وحتى أصبحت فيها في بعضها يعني صالات للعمليات ويعني أعطيت هذه الأدوار وهي أصلا هي أدوارها أو يعني فعلت هذه الأدوار لذلك ينبغي على المسلمين أن يعيدوا هذه الأدوار لأنها هي الأصل في المساجد فإحنا ذكرنا أن المساجد هي مصانع الرجال صنعت أطباء صنعت علماء مثل الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى مثل البخاري ومسلم ورجال كثير في مجالات أخرى لذلك يعني هي نبض الحياة ومعينها في هذه المجالات وقد كتبت يعني اختصارا لدورها مأخوذا من كتاب الرحيق المختوم قلت لم يكن المسجد للصلاة بل كان لهم في العلم كالجامعة وكان فيه تلتق القبائل لقتل نار الحقد والعداوة ومستقر الحكم في شؤونهم وبرلمان الرأي والمشورة وكان دار من ليس له دار ولا مال ولا من قوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نعيد للمساجد دورها لتكون شريان الحياة في المجالات الكثيرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الناس جميعا وإيانا لهذا الأمر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه شكرا للمشاهدة